بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ الدكتور طارق الزواوي أستاذ أمراض القلب وكلية طب اسكندرية أكلم على ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة عالميا ومنتشر في جمهورية مصر العربية وحسب الإحصائيات حوالي 26% من المصريين البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم طبعا مشكلة ارتفاع ضغط الدم إنه هو بيؤدي إلى عوامل خطيرة بيؤثر على المخ على القلب على الكلا فمهم جدا الاهتمام بمرض ارتفاع ضغط الدم طيب ايه أسباب ارتفاع مرض ضغط الدم 90% من الحالات أو 95% من الحالات لا يوجد سبب محدد إنما حوالي من 15% من الحالات في أسباب مرضية عضوية هي المؤدية إلى ارتفاع ضغط الدم وده بالذات لو جه في الأطفال أو في السن الزغير أو السن اللي هو أقل من 18 سنة لازم أنا أبزل أقصى جهدي إن أنا احتمال يكون بسبب أمراض مرضية أخرى طيب ارتفاع ضغط الدم هل له شكوى؟ عادة ارتفاع ضغط الدم ده ملهوش شكوى فأنا بنصح إن ما نربطش الصداع الصداع ده آخر حاجة ما نربطش الصداع بارتفاع ضغط الدم فارتفاع ضغط الدم لا شكوى له وبيسموه حتى سيلنت كيلر يعني القاتل الصامت الخفي ملهوش شكوى طيب يبقى أنا لازم أي واحد فينا زي ما بيقول بالغ هذه سنه كبير لازم يبقى عارف الضغط بتاعه ويتابعه طيب أنا إيه هو بقى ارتفاع ضغط الدم إن لو الضغط 140 على 90 فما فوق أكثر من قرية لابد إن أنا أتأكد في الأول هل أنا فعلا مريض ضغط ولا لأ لأن أنا ممكن الضغط يعلى شوية بعدين يرجع ينزل تاني بدون علاج في هذه المرحلة أنا بقول أنا عندي استعداد إن يجيلي ضغط إنما لو الضغط معظم الإرياض سابت 140 على 90 فما فوق فبقول في هذه الحالة ده ارتفاع ضغط الدم في هذه الحالة يبقى أنا لابد إن أنا ألتزم مع الطبيب بتاعي والطبيب هيقرر هل أنا العلاج ده هو هحتاج علاج دوائي ولا لأ أولا هيشخص أنا فعلا عندي ضغط سابت نمرة واحد نمرة اثنين هل أنا هحتاج علاج دوائي ولا مش هحتاج علاج دوائي لأنه في خصوص أخرى ممكن أنا أستغني بيها عن العلاج الدوائي ولو حتاجت علاج دوائي هلأ أستمر بيها على طول ولا هاخد شوية وبطل دي نقطة مهمة جدا طيب لو أنا محتاجتش علاج دوائي وهحتاج حاجات تساعدني على انخفض الضغط إيه الحاجات بقى دي أولا ملح الطعام تقليل ملح الطعام ده من الحاجات المهمة جدا وعلاقة مباشرة في بعض الناس بيبقى فيه علاقة مباشرة بين ملح الطعام وارتفاع ضغط الدم لو أكل حاجة حد النهاردة هيتفع الضغط نمرأ اتنين الوزن على المدى الطويل كل كيلو جرام من الوزن بينزل بيساعدني لتسبيط الضغط فوق وتحت يبقى نقص الوزن تقليل ملح الطعام الرياضة الإكسرسايز هل دائما بننصح نصف ساعة حتى ماشي من خمسة من ثلاث لخمس مرات أسبوعيا مهم جدا الإقناع عن التدخين في منتهى الأهمية من العوامل المساعدة على انخفاض ضغط الدم لو عنده سكر يزبطه دي كوليسترول يعالجه دي النقطة المهمة لتثبيت الضغط طيب لو المريض دي مش كافي يبقى أنا في هذه الحالة بناء على قرار الطبيب دي هينضيف علاجات العلاجات دلوقتي فيه عندي أدوية حديثة لارتفاع ضغط الدم وقد نبتدي بنوع واحد أو أستخدم دوئين مع بعض أو أستخدم ثلاث أدوية مع بعض بحيث أن أنا أضبط الضغط ولابد أن أنا في النهاية عشان أقدر أحمي القلب أنا دايما أقول عشان أحمي القلب أحمي المخ أحمي الكلا أن الضغط يضبط ويبقى معظم الأوقات أقل من 140 على 90 وأتمنى طبعا لجميع الشفاء وبالسلامة إن شاء الله اشتركوا في القناة